حدك يعني ذكرت جملة كده معدتها مرور كرام بس أنا عايز أخذها بالتفصيل حدك قلت إنه هو يعني إيه لا يختلف كثيراً عن ما حدث في 2014 2014 رئيس السيسي استلام دولة كانت منهارة بشكل كان في 2024 هو باستعد لإطلاق جمهورية جديدة من خلال مدن ذكية ومن خلال برلمان عصر ومن خلال مؤسسات بتبني الإنسان إزاي شايف أو تقارن ما بين اليومين يوم 2014 ويوم 2014 خلينا أقولك حاجة مهمة جداً أو نجاوب على سؤال مهم جداً هو الرئيس عمل إيه؟ يعني سؤال ممكن يبدو بسيط بس الإجابة عليه متشعبة ومعقدة لكن هقولك ببساطة شديدة لإنه الناس أحياناً تبقى محتاجة من ينظم الصورة أو يعيد ترتيب الصورة مرة تانية الرئيس في العشر سنين دول فيه تلات مراحل أساسية 2014 أنت بتكلم على دولة كانت لا تزال مختطفة بتكلم على جامعات إرهابية موجودة في سينة بتحيكلم على أنظمة وأجهزة خارجية يعني بتستعد للإجاز مرة تانية على البلد البنية التحتية عندك مدمرة البنية البشرية نفسها فيها مشكلة لأنه أنت بعد 2011 بدأ الناس يحصل تغير ما فكرة قيمة العمل تتراجع أنه أنا أحصل على أي حاجة حتى بدون جدارتي لده فيه تغير اجتماعي حصل حصل فكانت المهمة الأساسية هي مهمة استرداد الدولة كويس المؤسسات كانت كمان منهارة ففضلنا وقت شوية يحصل فيه عملية الاسترداد بعد استرداد الدولة كانت فيه مرحلة تانية مهمة وهي مرحلة تثبيت هذه الدولة ثم مرحلة البناء في العشر سنين أعتقد أنه تلات مراحل دول تموا وتموا يعني فيه مزوجة مهمة جدا الناس لازم تبقى واختابلها منها لأنه خلينا افترض معك الرئيس جيه في 2014 قال يا جماعة احنا عندنا حرب على الإرهاب عندنا احنا كان عندنا في سينة منتخب العالم في الإرهاب تقريبا يعني هكونا بنحارب إرهاب من جنسات دولة فكان جيه صنع القرار قال بي الخريطة قدامكم عندنا إرهاب فاحنا يعني هنكسف كل جهودنا ونوجه كل مواردنا لوجهة الإرهاب ويرفع شعار بسيط جدا أنه لا صوت يعله فوق صوت الحرب ضد الإرهاب وساعتها الناس كانوا هيتجاوبوا لأن احنا كنا شايفين الإرهاب تحت بيوتنا يعني ما كانش بس بنسمع عنه في سينة لا أنت كانت بتبقى فيه فيه اغتيالات وتفجيرات وكمان بتصطادي الناس موجودة في كل المحافظات فما كانش الناس محتاجة دليل لأنه أنا بحارب الإرهاب لكن أنت في نفس اللحظة اللي كنت بتعمل فيها الحرب على الإرهاب قررت أن أنت تبدأ معركة تانية في بناء الدولة بشكل مختلف عندك مشاكل في الزراعة فبتحاول تستصلح عندك مشاكل في المصانع فبتبدأ تعيد أنت مصر كتعندها مبادرة يعني مبادرة عادة فتح المصانع المغلقة يعني إحنا كنا في وضع صح في وضع ساي جدا هي الناس بس مش واخدة بالها من المسألة فبدأت المعركتين في وقت واحد اللي هو أنك بتحارب الإرهاب وبتبني البلد كانت فيه معركة تالتة مهمة جدا ودي كانت محتاجة لجهد الأكبر اللي هو معركة الوعي اللي هو أنا فيه عندي مشكلة فأنا لازم الشعب يبقى واعي بيها ولذلك مثلا أنا فاكر أول مرة لتق الرئيس بالإعلاميين في 2014 بعد حلف اليمين بفترة أولئلة جدا اللي هو ما إحنا عندنا تحديين كبار تحدي خارجي وده أنا كفيل بيه وتحدي داخلي هنا وأنا محتاج الإعلام يشتغل عليه لأنكوا لازم تبقوا مبينين للناس هو إيه الموضوع هو إحنا في أنهي مرحلة إيه اللي بيتخطط للبلد دي وإيه اللي البلد دي محتاجاه ففيه من الأول لحظة وعي بالمشكلة إيه أو هو بيواجه إيه ولما جيه عبر كذا مرة عن أنه ملقاش دولة وده كان وضع حقيقي وناس كتير أشهد عليه وناس كتير عرفاه فأنت أنجزت خلال العشر سنين دول زي ما بيقول الحب تكلم راحل التلاتة دول استرداد الدولة ثم تثبتها ثم عملية البناء الكبير وده تم فيه تحديات بعضها يرجع لعوامل داخلي يعني نقدرش تنكر إنه إذا كان هناك بعض الإخفاقات ففيه أخطاء بشرية بتحصل لكن الأزمة الأكبر كانت فيه ظروف خارجة عن إرادة الجميع فيما يتعلق بوباء وباء أنت كنت بتواجهه بمسؤولية كبيرة جدا لدرجة أنك ما حصلش في مصر زي ما حصل في دول ضخمة أحنا كان في دول كنت بتلاقي مواطنين مرمين في الشارع في الأيام كورونا أنا ما ملومش أماكن في المستشفى أنت هنا يمكن طبعا آه بطبيقة معاملة الشعب المصري ظهرت جدا لكن الدولة كمان كانت مسؤولة بشكل كبير جدا وتم توجيه مبالغ ضخمة لمواجهة ده وبعدين تفوق من كورونا تدخل الحرب الروسية الأوكرانية فتأسر عليك وبعدين تدخل الحرب غزة ولما أحيانا كنا بنكلم في الكلام ده في البرامج فواحد يقولك هو أنتو يعني دي شماعة يعني عشان هو على فكرة الشماعة مش عاجة سلبي لأنه شماعة يعني هي السبب أنه سبب المشكلة المشكلة إيه فأنت قدرت تشتغل في ظل كل هذه التحديات لما جي النهاردة بقى بتطلق من العاصمة الإدارية اللي هي تعتبر في حد ذاتها تحدي تحدي ورمزية أنك تبقى عندك إصرار يعني الرئيس كان ممكن أن يؤدي لامينة دستورية بعد على نتيجة الانتخابات مباشرة يعني ما كانش ما فيش فيه شرط أنه هي لازم يؤدي اليمين في اليوم الفلان لكن أنك تبقى منتظر أنه يكتمل البرلمان وأنك تؤدي اليمين من العاصمة الإدارية تحدي دي رمزية تانية إلى أنه أنهيت أنهيت هذه المراحل ثم أنك بتتطلع للمستقبل في المرحلة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر